يعني في وسط الظروف الصعبة دي وفي وسط التحيز الواضح لاتحاد الأفريقي وفي وسط عدم الاهتمام أو عدم تقديم أي نوع من أنواع الدعم نشوف ناس صلعة بتتكلم على مين اللاعبين الرحلين من النادي الأهلي يعني هل ده توقيت؟ يعني إيه الغرض من سؤال زي ده في هذا التوقيت قبل أسبوع من نهائي دوري الأبطال والموسم لسه ما انتصفش بالنسبة للأهلي على الأقل عندنا كاس قديم وعندنا كاس جديد وعندنا أكتر من نص المشوار في الدوري إيه الفايدة أو إيه الغرض من سؤال زي ده والغريب أكتر الحقيقة أنه في استوديو مفترض أن فيه ثلاثة أهلاوية يعني فيه مقدم برامج أهلاوي بيصدف اتنين من نجوم النادي الأهلي في واحدة من القنوات ومعهم مدخلة من اللاعب كان برضو في يوم من الأيام لابس تيشرت النادي الأهلي وألاقي إنه الناس بتتكلم في فكرة أنه الأهلي متأخر بهدف أو الأهلي مغلوب بهدف فحد بيكلم ويقوله تعالنا بسرعة ده الأهلي مغلوب ونعمل حفلة والكلام ده بيتقال على هوا يعني هل ده يعقل في التوقيت ده هل يعقل في التوقيت ده تحديدا أنه فيه ناس تستعرض بطولات الأهلي من قديم الزمان وتيجي النهاردة تشكك في مطشاط أو في بطولات أو في انهائيات الأهلي لعيبها من أكتر من 20-30 سنة برضو إيه الغرض وإيه السبب هل يعقل أنه الأهلي لما يتقدم بطلب أنا شايفه طلب مشروع جدا وبسيط جدا وأقل حقوق النادي الأهلي أو أبسط أنواع الدعم اللي ممكن تقدم النادي الأهلي يتقدم بطلب أنه قبل ما يسافر المغرب تتأجله مطش إستن كامباني مع موافقة بداية المسؤولي إستن كامباني ومع تعاهد الأهلي أو طلب الأهلي ويلعب المقراضي بدون اللاعبين الدوليين هل ممكن حد يشكك في طلب زي ده أو يستنكر طلب زي ده مش بس كده ده يتدخل كمان في النواية في نواية المسؤولين في النادي الأهلي ويشكك فيه قراضهم ويشكك فيه مصدقيتهم في توقيت زي ده يعني إزاي كل ده يحصل على الشاشات على مختلف الشاشات وعلى مختلف البرامج في هذا التوقيت حد يحاول يديني رد واحد بس منطقي رد بسيط جدا منطقي واحد إيه الحملة الشعواء ضد النادي الأهلي وضد فريق الأهلي وهو رايح يلعب مباراة مهمة جدا بعد أسبوع يا جماعة احنا رايحين نلعب بعد أسبوع في المغرب مباراة نهائي دوري الأبطال إيه المنطق مش هكلم على الأهداف ممكن كنت في لحظة من اللحظات أفهم أنه الهدف هو فكرة نسبة المشاهدة أن أنا أجيب فيوورز على على السوشال ميديا لكن في النهاية برضو في مسؤولية وطنية جماعة الأهلي يمثل مصر لا يمثل فقط النادي الأهلي ولا يمثل فقط جماعين النادي الأهلي ما فيش حس وطني هل من الممكن أن الوداد في المغرب يقابل بنفس النوع من المعاملة أشك طبعا مطلقا يمكن يكون قدر النادي الأهلي أنه عودنا النودات طبيعي يمكن يكون قدر النادي الأهلي عشان محقق عشر ألقاب دوري أبطال أفريقيا وعشان محقق المركز الثاني على مستوى العالم بنفس مين بنفس ريال مدريد فده الطبيعي بالنسبة لك أنه الأهلي عادي لو خسر لقب من ألقاب دوري الأبطال يعني الأهلي بيدفع فطورة تفوقه ونجاحه النادي الأهلي بيدفع فطورة عدم القدرة الآخرين على منافسته ماذا لو طب خلينا نسأل لماذا لو كان النادي الأهلي أو كان أي نادي مصري كان أي نادي مصري رايح يلعب لأول مرة لأول مرة في نهاية دوري الأبطال بدول كتيرة جدا عندها مئات الأندية ما وسطتش أساساً للمبارة النهائية لدوري الأبطال متخلين الأندية دي لو فريق من عندهم وصل لنهاية بطولة بحجم دوري أبطال أفريقيا حجم الاهتمام وحجم الدعم وحجم المسندة ممكن يكون عامل إزاي إحنا بنقارن نادي مع كامل احترام والتقدير لكل المنافسين أنا ما أقصدش أبداً أجرح حد ولا أقلل من حد بس إحنا بنقارن نادي عدد ألقابه القرية أكتر بكتير من عدد ألقاب المحلية اللي أكبر نادي في مقلق اللي أين نادي التاني في مصر في بعض القنوات ممكن تكون الفكرة بالنسبة لها وهي لا تعنيها من قريب أو من بعيد فكرة الحس الوطني أو كامل مجتمع المصري أو بتشتغل من تحت لتحت عشان تكسر حاجات كثيرة جداً كتسبتة أو كترسخة عندنا كمصريين أفهم أنه ده يحصل على شاشتها ما عندهاش أي دفع أنها تكون حريصة على ده لكن على القنوات مصرية وعلى شاشات مصرية وعلى لسان نجوم النادي لا تتكلم طبعاً على الناس التانية لا تخصنا ولا تعنينا على رغم أنها بتقول من توفق الأمور شيء يعني في منتق مش عايز أغلط مش عايز أقول لفظ جارح لكن شيء خارج عن الإطار وشيء غير مقبول على الإطلاق ناس أساساً مش مسموح لها تعلق أو تحلل مطشاط النادي اللي هي كان بتنتمي ليه فجاية تحلل مطشاط النادي الأهلي وتتكلم عن نادي الأهلي وتتكلم على مش عايف روح الوقت الضائع شيء غير مقبول على الإطلاق وبنرجع نروم على الناس الجمهور العادي الجمهور البسيط اللي موجود على السوشال ميديا انه بتخانق وبيزع وبيشتم وبيغلط وبيتعصب ما تلموش على الصغيرين ليوموا على الكبار الأول اشتركوا في القناة